بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم بنرحب فيكم طلابنا الأعزاء وينما كنتوا الآن رح نكمل جماعة مع بعض بالدرس الخامس طبعا إحنا الآن بالدرس الخامس اللي هو آخر درس موجود في هاي الوحدة والدرس هذا كثير سهل بس كل اللي بتحتاجه إيش يكون معك الآلة الحاسبة هاي وبعرف اني الهس ما نزلت فيديو الآن الحاسبة بس إن شاء الله رح نزله اليوم لا مش اليوم بكرة وبعد بكرة إن شاء الله طيب ركزوا معي إلا هذا الدرس الأخير اسمه المعادلات الأسية إيش اسم هذا الدرس المعادلات الأسية طبعا زي ما بتعرفوا إحنا في هاي الوحدة وكلياتها بنحكي عن الأسس فهسا بدنا نصير نحل معادلات على الأسس فمنسميها المعادلة الأسية طيب عنا يا جماعة أول إيش نحكي عنه اللي هو اللوغريتم الطبيعي إحنا نعرف إنه اللوغريتم العادي اللي بنيعرف هو اللوغ صح؟ تمام هون عنا يا جماعة الخير اللوغريتم الطبيعي اللي هو اسمه لن لن الـ x هايو لن الـ x هاض منسميه اللوغريتم الطبيعي تمام؟ هدول فيش فارج بناتم إخوان يعني اللي بيصير على اللوغ بيصير على اللن مش كان فيه عندنا خصائص للوغ برضو بتنطبق على مين؟ على اللن على سبيل المثال أول خاصية مين بيتذكر قديش لغ الواحد أحسن لغ الواحد صفر طب مين بيعرف كم لن الواحد يعيني عليكم لن الواحد برضو كم يا جماعة صفر فهونا نفس الخصائص اللي بتصير على اللغ بتصير على اللن تمام إحنا وكنا نعرف إنه لغ لغ العشرة أساس تبعه كم دايما عشرة فبروح مع بعض الجواب واحد طب هون عندي لن الـ X اللي هو مثلا لو كتبنا لن الـ E طلعوا يا جماعة الخير دايما أساسها E بيكون فبتروح لن الـ E مع الـ E شو بيصير الجواب واحد إذن الـ E واللن بلغوا بعض بيصيروا واحد ممتاز ممتاز يلا أستاذ يلا نشوف هنا مسائل السؤال بيحكي لك جد قيمة كل مما يلي عندك لغ الـ 3 للـ 16 طب أستاذ هاي بنا عرفها إحنا تمام بنا عرفها بس كان كنا نحلها بطريقة إم وإم يعني نحط هنا يساوي واي ونحكي 3 أس واي تساوي 16 أو من طريق الخصائص بس هنا ما في رقم أحطه مكان الأس عشان يعطيني 16 صح ولا لا يعني هنا 3 أس 2 9 3 أس 3 27 في الشي عدد صحيح أحطه مكان الـ Y يعطيني 16 طب بهاي الحالة أنا شو بقدر أعمل يا أستاذ انت يعني مثلا محكيلي شو ممكن أسوي وانا جماعة الخير في عنا طريقة عشان نحلها إنه باجي حط يساوي بكتب لوج على لوج تمام حطيت لوج تقسيم لوج شايفين الرقم الجوة بكتبه في البسط والرقم اللي بالأساس بنكتبه في المقام فهيك رح تصير معك لوجي 16 تقسيم لوجي 3 طب برضو أنا لسا ما عارفة تكمل أساس ما إحنا حكينا إذا ما في أساس شو بني أعتبره عشرة معناته هيك أنا صارت بقدر أكتبها في الآلة الحاسبة عندنا يا جماعة الخير هاي في رمز للوج هاي موجود ثالث كبسة من 1 2 3 المهم الثاني كبسة من اليسار ثالث عمود هاي مكتوب لوج تكبس عليها لوج 16 يساوي 1.2 إذن هاي بتشطبها بتحط 1.2 على لوج الثلاث بس بتحط لوج الثلاث 0.47 قسم ليها مسا على بعض 1.2 تقسيم 0.47 الجواب 2.55 2.55 هين طلعنا جوابها إذن بس باستعمال الآلة الحاسبة حليتها ليش؟ لأنه ما في علاقة بين الثلاثة والستعاش عشان أقدر أفكهم تمام هنا مثلا عندي لوج النص للعشرة طلعوا هاي كيف داجي أعملها برضو نفس الإشي ما في علاقة بناتهم فبقدر إني أكتبها لوج على لوج اللي جوا بين كتب فوق عشرة واللي الأساسي بين كتب تحت لوج العشرة على لوج النص حلو الآن لوج العشرة الأساس دايما الكم عشرة فبيروحوا مع بعض بصيروا واحد على لوج النص يا جماعة طلعوش إيش في جوا اللوج عملية قسمة واحد تقسيم اثنين طيب إذا كان بناتهم قسمة في اللغاريتمات الدرس الماضي لأيش تتحول يعني عليكو لطرح إذا بنقدر نكتبها اللوج اللي في البسط اللي هو واحد ناقص اللوج اللي في المقام و اللي هو اثنين تمام طيب لج الواحد كم حكينا لج الواحد أول ما بلشنا هيو لج الواحد اتفقنا للخصائص صفر صح؟ إذا هاي كاملة بتروح بتصير صفر فبيصف الجواب طبعا صفر ناقص أي شي راح نحكي سالب الاشي يعني سالب لج الاثنين وفوق إيش في عندك سيد العزيز واحد بس بس إذا حابنا نطلع الجواب بالأرقام نحكي 1 تقسيم سالب لوج لاثنين الجواب سالب ثلاث 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 هاي الجواب الأخير إذن كل اللي حلناها بس باستعمال الآلة الحاسبة واستعمالت شوية خصائص من الدرس الماضي تمام عندك لوجي الثلاث للواحد وخمسين هاي بتقدر تكتب ليها لوج الواحد وخمسين على لوج التلات وهذا من الأدى الحاسبة وهذا من الأدى الحاسبة كثير سهلة لوجي الـ 13 للنص منقدر نكتبها لوجي الـ 13 على لوج النص ولاحظوا الناص جوابه قسمه منقدر نفكها برضه يعني منحكي لوجي الـ 13 على لوج الواحد ناقص لوج لاتنين لأن هناك قسمة تتحول لطرح لوقي الواحد صفر سيظل معك سالب تحكي لوقي الثلاثة الحاسبة على سالب لوقي الاثنين وبطلع معك الناتج سهلة تمام هنا يجماعة في قاعدة طبعا هاي الطريقة خلص خلصناها كثير سهلة صح إذا ما في علاقة بناتهم شو بتروح بتعمل إنت بتحط اللي الثنتين على بعض تمام وبتقسمهم طيب نشوف هنا عندنا قاعدة طبعا إحنا استعملناها كثير اللي هي إذا كان عندك نفس الأساس مثلاً اثنين واثنين معناته الأسس لازم تكون متساوية صح؟ الأسس لازم تكون متساوية X تساوي Y تمام هنا في عنا أسئلة بيحكي لك حل المعادلات الأسية الآتية تمام إحنا نعرف كيف نحلها بس بدل التذكير يعني أنه راح نحتاجها كثير هس هنا بالتبسيط راح أمشي بالتدريج بالصعوبة تمام من أسهل إشي لأصابي شي حل المعادلات الأسية الآتية عندك أربعة أس إكس تساوي 256 لازم أخذ الأساس نفسه لأنه في بناتهم علاقة صح؟ المتين وستة وخمسين لازم نكون حافظين هاي جماعة هي عبارة عن أربعة أس أربعة في الآلة الحاسبة تعطيك 256 فهون أنا بقدر أكتب هاي أربعة أس إكس تساوي هاي النشطة بها منحط أربعة أس أربعة الآن طلوا علي الأساس نفسه ولا مش نفسه نفسه فبيروح بيضل عندنا الأسس أس إكس شو تساوي أربعة انتهى حلها تمام إذن لازم يكون في بناتهم علاقة عشان أقدر أحيلها يلا نشوف هاي عندك السيد العزيز ثلاث أس إثنين إكس وعندك الواحد وثمانين هس هنا لازم يكون برضو الطالب حافظ إنه واحد واحد وثمانين هي عبارة عن ثلاثة أس أربعة كيف بدي أنا أعرف مثلا بجرب بمسك الآلة الحاسبة بحط ثلاث أس اثنين تسعة طيب ثلاث أس ثلاث سبعة وشرين ثلاث أس أربعة تعطيك واحد وثمانين إذن هاي الواحد وثمانين هي عبارة عن ثلاثة أس أربعة وتساوي ثلاثة أس ثنين إكس الآن ننتبه مع بعض الأساس نفسه ولا مش نفسه يا أستاذ نفسه وش طبهو فبنساوي هس الأسس الأسس اللي هنا ثنين إكس والأسس اللي هناك أربعة الآن شو بنقدر نعمل فيهم نقسم على معامل الإكس اللي هو على ثنين على ثنين وبنختصر إذن قيمة الإكس شو تساوي أربعة تقسين ثنين يعني ثنين إذن لازم يا جماعة الخير يكون في عنا علاقة بناتهم عشان أقدر إني أفكها ممتاز طلعوهني الآن على السؤال رقم ثلاثة ركزوا معي الثنين هس بس أل حالي هل في علاقة بين الثنين والثلاثة عشان تعالوا بلا نتأكد يلا الثنين أس ثنين تعطينا أربعة تمام الثنين أس ثلاثة تعطينا تمانية طب الثنين أس أربعة تعطينا ستتعش طب لحظة هاي تلتتعش المفروض بين الثلاثة والثلاثة بس ما في طب لعد كيف بدي أحيلها هاي يعني هون ما في علاقة بناتهم بقدرش أحكي إنه هاي بشطبها بحط ثنين أس رقم ما في طيب معناته لإنه سكرت بوجيهنا الأمور مين رح يدخل في المسألة هاي رح يدخل عمو اللوغ مين رح يدخل عمو اللوغ هو اللوغ هولا رح يحللنا الموضوع بقول لك يا عمي بس بتدخلني هون بصير لوغ لثنين أس أكس ودخلني هناك لوغ مين الـ 13 إذا ندخلنا اللوغ على طرفين المعادلة حلو الآن من خصائص اللوغاريتير إذا في عندك أسس مش اتفقنا بترجع لورا والله يا أستاذ كلام سليم يلا هيرجعنا الإكس ضرب لوغ لثنين وتساوي لوغ الثلاثة عشر يعني عليك الآن أنا بدي أتخلص من العدد لأنه لوغ الثنين هو عبارة عن عدد في الآد الحاسبة بأعطيك عدد طب هذا العدد أنت بتقدر تقسم عليه على لوغ الثنين على لوغ الثنين تختصرهم مع بعض رح تصفي معاك الإكس لحالها تساوي لوغ الثلاثة عشر تقسيم لوغ الثنين اللي هي برضو بتقدر تحسبها في الآد الحاسبة لوغ الثلاثة عشر تقسيم لوغ الثنين حلو الجواب 3.7 هاي هيك جماعة بنكون حلناها وإذا ما كنا نكتب لك إياها زي هيك بتقدر ترجحها على فكرة تحط لوغ اللي جوة أو اللي فوق بتكتبه جوة واللي تحت بتكتبه بالأساس كيف يعني مش هون كنا نفكها لوغ الواحد وخمسين للثلاث كنا نحط الواحد وخمسين فوق والثلاثة تحت هسا بقدر أرجع فيها رجوع بقدر إني أحط اللي الثلاثة عشر بالبسط أحطها جوة واللي بالمقام بحطها بالأساس يا إما هيك الجواب بتلاقي بالخيارات يا إما زي هيك تمام إلا اللي ما فهمها كثير منيح وأنا حاس أنه معظمكو إيش صافن فيي مش فهمها يلا هسا منرجع بنحلها عشاني أنا كثير كويس يا جماعة فبدي أحللكوا إياها وبرضو إنتوا عشانكو كويسين يلا مرة ثانية حكينا يا جماعة عندنا ثنين أس اكس تساوي ثلاثة عشر ما في علاقة بين الثنين والثلاثة عشر بقدرش أحكي الثلاثة عشر هي ثنين أس إشي فعشان هيك سكرت الأمور في وجهنا رح يتدخل عمو اللغاريتم يحللنا الموضوع فرح نفوت لغاريتم هنا بتصير لغ لثنين أس اكس تساوي لغ الثلاثة عشر ممتاز من خصائص اللغاريتم إنه فيه أسس بترجع لورا فرح تصير اكس ضرب لغ لثنين وتساوي لغ الثلاثة عشر الآن انتفقنا لغ لثنين هو عبارة عن رقم فبنقدر نقسم عليه تقسيم لغ لثنين تقسيم لغ لثنين الآن بنشطبهم رح تصفي معاك الاكس تساوي في الآلة الحاسبة بتعطيك ثلاثة فاصل سبعة إذا حابب أو إذا كان الحل لسه بدلالة اللغ بنقدر نكتبها اللغ اللي بالبسط بنكتبه جوه واللي بالمقام بنكتبه في الأساس بتصير اللغ الثلاثة عشر للاثنين وانتهى الحل هاي هي جماعة الفكرة الأولى تمام إنه إذا سكرت الأمور بندخل في المسألة اللغاريتم يلا نشوف هاي السبعة مع التسعة هل في علاقة بين السبعة والتسعة يعني بقدر أشطب التسعة أحكي هي سبعة تربيع أكيد لا سبعة تربيع تسعة واربين طيب معناته هنا سكرت الأمور رح ندخل على المسألة أكيد لغاريتم فبنحكي لغ السبعة أس اكس وتساوي لغ التسعة حلو الآن من خصائص اللغاريتم رجع الاكس لورا مضروبة في لغ السبعة وتساوي لغ التسعة لغ السبعة عبارة عن رقم فأنا بقدر أقسم عليه على لغ السبعة على لغ السبعة اختصر إذا قيمة الاكس تساوي نقدر نقسمهم في الآلة الحاسبة نقدر نحط لغ التسعة تقسيم لغ السبعة الجواب واحد فاصلة واحد اتنين تسعة هاي الجواب إذا ما كان الجواب بالأرقام رح يكونوا مبسطين هاي بكتبوها لغ اللي جوه اللي فوق بينكتب جوه اللغاريتم واللي تحت بينكتب في الأساس انتهى الحل تمام ولا طلعت سهلة يا أستاذ آه ولا سهلة يلا نشوف هاي عندي خمسة اي او ثلاثة اكس تساوي مية وخمسة وعشرين هنا يا جماعة الخير ننتبه بالأرقام اللي لما يكون زي هيك عندنا أرقام مثلا سبعة وتسعة اثنين وتلاثة زي هيك لما يكون أرقام متدخل في المسألة لغ ريتم طب لما يكون اي مين بتدخل فيها يا عيني عليكم اللي هو أخو اللغاريتم مين اللين لما يكون في عندك اللهم صلى سيدنا محمد لما يكون في اي بتدخل في المسألة مين اللين لكن قبل ما ندخل اللين علي المسألة ننتبه انه هاي المسألة مش مبسطة كيف يعني مش مبسطة يعني لازم تكون اي لحالها زي هيك اي مثلا اثنين اكس تساوي اربعة مثلا لما اشوفها لحالها هيك بتجنن بفوت عليها اللين عشان يشطبها وبفوت هنا اللين برضه تمام؟ بس هنا ما بقدر افوت اللين لانه فيه رقم جديد نتبليها خمسة ايوه يعني قصدك يا استاذ نقسم على الخمسة هاي يعني عليك شو بتفهم؟ يلا نشطبها هاي نشطبناها رح يصفي معاك اي اوس ثلاثة اكس تساوي مية وخمسة وعشرين تقسيم خمسة اللي هي خمسة صح؟ لا اللي هي خمسة وعشرين تمام ممتاز هاي نكتبناها الان بعد هيك صارت هالسل اي لحالها على طول مين بنفوت عليها؟ يعني عليكوا اللين وبنفوت هنا اللين ممتاز لانه اللين مع اي شو بنعمل حكينا اتفقنا؟ بروحو بظل ثلاثة اكس تساوي اللين الخمسة وعشرين الان نقسم على معامل الاكس على ثلاث على ثلاث اختصرها فقيمة الاكس تساوي لن الخمسة وعشرين على ثلاث هاي الجواب الاخير اذا كان بالخيارات زي هيك خليه ما كان زيك عادي بتحوط لن خمسة وعشرين يساوي والجواب تقسيم ثلاث بيعطيك واحد فاصل سفر سبعة يا بتكون بالارقام يا بتكون عادي بالرموز تمام؟ هيك ان شاء الله بنكون حالينا هاي المسألة اتفقنا اذا كانت الاي بتفوت عليها ايش اللين يلا نشوف هاي كمان واحدة فيها اي بس هون حكينا ما بنقدر نفوت اللين مباشرة لانه هون في عندك اثنين فلازم بالبداية نقسم على هاي الاثنين تقسيم اثنين تقسيم اثنين بتروح بتصفي معنا اي قس خمسة اكس تساوي اربعة وستين على اثنين وهي عبارة عن اثنين وثلاثين صح؟ هسا مين رح نفوت في المسألة؟ ممتاز لانه في عندنا اي رح نفوت لين للطرفين حلو رح تروح لين مع الاي ورح تنزل الخمسة اكس زي ما هي وتساوي لين لثنين وثلاثين قسم على معامل الاكس اللي هو خمسة قسم على خمسة اختصر قيمة الاكس تساوي لين لثنين وثلاثين على خمسة واذا ما لقينا يعني الحل بالخيرات زي هيك حط اللي هي في الالة الحاسبة لين تساوي الجواب تقسيم خمسة اللي هي صفر فاصة سبعة واحد ممتاز هيك بنكون حلين يا جماعة المسألة اللي بيكون فيها ايش لين مية بالمية خلونا الان يا جماعة الخير نشوف هاي المسألة اللي هي رقم سبعة طبعا هدول المسألة كلياتهم بدي من كل واحد فيكم يحلهم مرتين تمام انت اللي قاعد الطالب المحترم اللي بتطلع علي بدياك تحل كل مسألة من الحلينهم الان مرتين والمسألة اللي انت شايفها انها صعبة بتحلل اياها ثلاث مرات وبيدي اشوف الحل على الواتساب تبعت لي اياه تحكي الستاد طلع كيف الحل شوف كيف انا بطل وشاطر هاي طلع كيف هاي رقمي تبعت اللي اياه زي الشاطر عشان اشوفك امتبع معي ولا مش متبع معاي لانه في كثير ناس مش متابعين معاي قاعدين بتخوثوا بلعبوا ولسه مش مبلشين تمام فاللي مبلشين فعلا وحسين حاله منهم فعلا شاطرين وابطال ورح ينجحوا ابعتولي حلقوا مرتين لكل واحدة فيهم تمام ممتاز يلا نشوف هاي كيف بديا اجاحلها عندي الاثنين الاساس هنا وهناك الاساس خمسة في علاقة بناتهم اكيد لا فيش علاقة بين الاثنين والخمسة من رح يدخل في المسألة عمو اللوغ يلا بنفوت على المسألة بتصير اللوغ الاثنين اس اكس زائد اربعة تساوي اللوغ الخمسة اس ثلاثة اكس حلو طيب دخلنا اللوغ عليهم بعدين رح يصير عندك يسيد العزيز اس اس هذا اس وهذا اس فرح نرجع الاساس لوين لورا اكيد ممتاز هاي جوه القوس بنحط اكس زائد اربعة تمام ورح نضربها طبعا في كم؟ في لوغ الاثنين وتساوي هاي بنرجعها لورا اللي هي ثلاثة اكس ضرب لوغ الخمسة لان ممكن تيجي تستغرب انت استاذ ليش هنا فتحت قوس وهنا ما فتحت قوس ليلها انا بحكي لك ليش؟ لان هنا في عندك حدين واحد اثنين هنا حد واحد فش داعي افتح له قوس اما هنا لأ فيه داعي لانه الرقم اللي برا اللي هو لوغ الاثنين رح يتوزع عليهم فصوم اكس ضرب لوغ الاثنين اصبح اكس ضرب لوغ الاثنين زائد اربعة ضرب لوغ الاثنين و تساوي هناك ثلاثة اكس ضرب لوغ الاثنين الزائد and the third one là الاني يج meus اولوا إ unrealistic syntax يمكنكم أن أخبر هذا الشيء موسيقى تبديل أن تقوم باستثنان تقوم بغض نواتن ببس لما تنقل يمكن أن تعكس الإشارة لأنك تنقل من طرف لطرف قبل اليساوي كما أن هذا شئ لذا احكس اشارتها. هاي زي ما هي مكانها. اكس ضرب لوق الاثنين. تمام. هاي سيبك منها مبديا. دك تجيب هاي مكانها اول شي. اشارتها موجب ثلاث. لما تيجي هون وش رح تصير سالب ثلاثة اكس. في لوق الخمسة. هاي عملنا ايش? السويتش. بدك تجيب هاي مكانها. كانت موجب اربعة لوق لاثنين. رح تصير سالب اربعة في لوق لاثنين. ممتاز. يلا. عملنا السويتش. بدلنا مكانهم. صارت الاكس والاكس في نفس الجهة. الان بتسحب ليها مشترك. شو بتعمل? تسحبها مشترك. يعني بحط اكس وبفتح قص. اخدتها من هنا الاكس. شو رح يظل من هنا? لوق لاثنين. ناقص. اخدت من هنا الاكس. شو رح يظل? ثلاث لوق الخمسة. سكر للقص. تمام. ويساوي هاي زي ما هي سالب اربعة في لوق لاثنين. الان شو رح تيجي تعمل زي الشاطر. بدك تقسم كل المسألة على هذا المقدار. على لوق لاثنين ناقص لوق الخمسة. وهاي. على لوق لاثنين ناقص لوق الخمسة. تشطب هذولة من هنا. بتصير معك قيمة الاكس شو تساوي? سالب اربعة لوق لاثنين. سالب اربعة لاثنين. على لوق لاثنين. تمام? لا اذيك لوق لقل الثنين ناقص ثلاثة لقل الخمسة هيك بكون انتهى الحل إذا حابين نطلع الجواب في الأرقام بحكي لقل الثنين ضرب سالب أربعة بطلع جوابها هنا مثلا هاي الجواب هنا لقل الثنين برضو بطلع جوابها في الآلة الحاسبة هاي مش صفر لانه يعني طلع جوابها ناقص بعد بطلع هاي في الآلة الحاسبة ودين بقسم هاي وبطرح دول من بعض بطلع معك الجواب تمام لكن كفكرة هيك فكرتها وهي لو ترك يعني لو ما كان الحل اللهم صلى سيدنا محمد لو ما كان الجواب الأخير دوائر يعني كان حل خلص هيك الحل النهائي ويعطيك العافية لكن إذا كان دوائر لا بدك تضرب هاي في هاي بعدين تضرب تطلع لي لقل الثنين بعدين تضرب ثلاثة في لقل الخمسة وتقسمهم كلاتهم على بعض وبطلع معك الناتج النهائي تمام ممكن شوي فكرتها جديدة لكن يلا هاي كمان مسألة زيها راح نحل لكم إياها نخلي مساحة هون يلا بدنا نحل هاي المسألة طلع علي هنا في عندك سبعة وفوقها أس ثمين اكس زائد واحد هنا في ثنين وفوقها أس اكس ناقص أربعة والطالب اللي انتبه علي لاحظ إنه الثنتين مش نفس الأساس يعني ما في علاقة بين الثنين والسبعة لو كانت ثمين وثمانية آه في علاقة بناتهم الثنين هي عبارة عن أس ثلاث تطيق ثمانية بس هاي سبعة فيش علاقة بناتهم لهيك شو راح تيجي تعمل إنت راح تدخل اللوغاريتم إذن هاي هون اللوغاريتم للسبعة أس ثنين اكس زائد واحد تساوي اللوغ لثنين أس اكس ناقص أربعة الآن يا سيد العزيز هاي الأساس راح ترجع لوين راح ترجع لورا ممتاز فرح تصير معاك ثنين اكس زائد واحد ضرب لغ السبعة وتساوي رجع لي هاي لورا اكس ناقص أربعة ضرب لغ لثنين ممتاز هاي رجعنا الأساس لورا وحطناها في أقواس لأننا لدينا حدين تمام؟ هاي حد أول وحد ثاني حد أول وحد ثاني لهيك بتكون في أقواس حلو؟ طيب الآن يا سيد العزيز بدك شو تعمل؟ لغ السبعة هذا عبارة عن رقم ولغ الثنين هذا عبارة عن رقم فرح ندخلهم على القوس راح أضرب لثنين اكس ضرب لغ السبعة فبتصير ثنين اكس ضرب لغ السبعة هنا في إشارة زائد نزلها واحد ضرب لغ السبعة اللي هي نفسها لغ السبعة تساوي يلا دور هاي لغ الثنين بدك ضربه في الـx وفي السالب أربعة لغ الثنين ضرب الـx بتصير اكس ضرب لغ الثنين ناقص اربعة ضرب لغ الثنين هيها أربعة في لغ الثنين ممتاز يلا اطلع لي وين الـx موجودة هيها وين الـx الثانية موجودة هيها بدنا نجيبهم عند بعض واحدة قبل اليساوي وواحدة بعد اليساوي بدنا نعمل طريقة الـ switch تمام؟ بدي أجيب هاي هون وابدي أجيب هاي مكانها بدي أبديلهم مع بعض خلنا نمسح هاي مش شوي بدنا نبديلهم إيش حكينا مع بعض فرح تصير هاي النفس ما هي طبعا 2x في لق السبعة تمام هسا هاي خليها شوي بدك تجيب هاي لجوة هي كانت موجب x لما تجيبها شو رح تصير سالب x في لق الاتنين ممتاز وتساوي يلا وديلي هاي مكانها كانت موجب لق السبعة رح تصير سالب لق السبعة وهنا عندك سالب 4 لق الاثنين ممتاز صاروا الـ x الآن جماعة في نفس الجهة شو حكينا بنعمل بنسحبهم عامل مشترك بطلع الـ x مشترك بظل من هنا 2 في لق السبعة راحة الـ x وراحة الـ x وهنا طبعا عندك ناقص لق لثنين سكر القوس وعندك يساوي سالب لق السبعة ناقص 4 في لق الاثنين حلو الان هاي يا جماعة الخير كلها تعبال عن رقم كلها رقم زي الخمسة زي التسعة لعشرة كلها رقم واي رقم احنا شو بنعمل فيه بنقسم عليه صح؟ على 2 في لق السبعة ناقص لق الاثنين على 2 في لق السبعة ناقص لق الاثنين تمام؟ هنا في سبعة حلو فبنختصر هذولا مع بعض بتصير x تساوي اللي هي هذا المقدار اللي هو سالب لق السبعة ناقص 4 لق الاثنين على 2 في لق السبعة ناقص 4 في لق الاثنين هذا هو الجواب النهائي اذا كان الحل مقالي يعني بدك تحل بايدك وما في دوائر اما اذا كان دوائر لا بدك تحكي لق السبعة كم لق الاثنين كم تضربهم في بعض وتطرح يعني العمليات الحسابية اللي معروف عليها لكن هنا اذا كان الحل انتهى هيك الحل كامل ان شاء الله الان يا جماعة الخير هاي المستائل زي ما حكتلكم ما رح تقدر تفهمها مية بالمية وانت بس هيك صافن فيها وتطلع علي لا بدك تمسك الدفتر والقلم وتبلش تحل بايدك لحتى تتمكن منها مية بالمية واللي الشاطر والبطل اللي بيحلها بيبعتلي اللي ما بيحلها طبعا بيكونش بطل يكون اشي ثاني تمام هيك جماعة منكون حالينا هذ السؤال بتمنى تكونوا فهمتوه واللي ما فهمه يرجع يبعتلي عشان نرجع نشرحه مرة ثانية لكن اتوقع ان الكل ان شاء الله اذا حلوا بايده رح يفهموا تمام نمسح هذولا نشوف هاي المسألة عندك تسعة أس اكس زائد ثلاثة أس اكس ناقص ثلاثين تساوي صفر طلعوا هاي كيف بدي اجي احلها او ايش او يسيد العزيز تمام ماشي هسه هو الدرس جماعة سهل حلو بس زي ما حكلكو بده طالب يتمكن منه ويحل المسائل اللي فيه هسه عشان ما اخلي هذا الجزء كثير طويل رح اتوقف لهنا تمام اتوقفنا لعند هاي المسألة رقم تسعة الحصة جاي رح نكمل منها لكن عشان ما يكون الفيديو كثير طويل الان يا جماعة بدي منكم كل المسائل اللي حل انهم بترجع وتحلوهم مرة ثانية الله يرضى عليكم احنا هون عشان نتعب وننجح مش عشان نقعد نتهبل ونضيع وقتنا لا اذا بدك تضيع وقتك خلاص طف البطاقة وسوي اللي بدك اياه اما اذا فعلا بدك تدرس لا بدك تحل كل المسائل اللي طلبتهم منك الله يسعدكم طيب بنشوفكم ان شاء الله يا جماعة بالجزء الجاي وبنتوقف معكم لهون والله يعطيكم الف عافية